السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? الماركت بليس من اهم الطرق المجانية اللي تقدر تارض عن طريقها منتجك ويشوف اكبر قدر من كمان الناس من غير ما تدفع ولا مليل. بس علشان تقدر تبقى منتجك بسهولة وبسرعة لازم دايما يكون في اول المنتجات المعروضة على ماركت بليس. علشان احتمالية المشاهدات عليه تبقى عالية وبالتالي منتجك يتباع بسرعة. وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. بس خلينا اقول لك الاول ان فيديو النهاردة برعاية موقع يتاجر معي. وهو موقع للتجارة الالكترونية بيوفر لك مجموعة كبيرة جدا من المنتجات. ارخص من السوق بكتير. تقدر تسوق لها وتضيف عليها ربحك بنفسك. بدون اي قيود او شروط. فهتقدر تبدأ مشوعك الخاص وتشتغل وانت في بيتك. ولو حد عايز يبدأ شغل عليه هسيب لكم لينك الموقع وفيديو شرحي تحت في صندوق الوصف. وفي اول نرجع بقى التالي وكايفية بقى منتجاتك بسهولة. اللهم غير كلام كتير. روح اتكو بيتشاة بتاعتك علشان تروأ. وتعالي علشان نبدأ الفيديو. او ما تخش عصفحتك على الفيسبوك. هتلاقي التابة بتاعت فوق هنا في النص. ولو مش تلاقيه هتلاقي فيديو ظهير لك هنا جنب علامة رأي هنا او هنا. بيوريك ازاي لو انت مش لقي التابة بتاعت تقدر تجيبها الزيت. وبرضة هستبرك تحت في صندوق الوصف. مهم نضغط عليها هتلاقي هنا كل المنتجات اللي معروضة على اللي بتتبيعها. احنا باعيزين نعرف ازاي المنتج بتاعنا يتعرض في الاول كده زي المنتجات اللي احنا شايف هنا في الاول. علشان كل ما المنتج بيبقى فوق دايما بيبقى عليه مشاهدات اكتر والتفاول اكتر واحتمالية بيوري تبقى اعلى. فهتيجي هنا هتلاقي في حاجة اسمها انشاء قيمة معروضات نضغط عليها. وهتلاقي قدامك هنا الحاجات اللي ممكن تعرضها زي مسلا عربيات او منتجات او ممكن وظايف. بس احنا هنا مش هنتكلم عن الطرق الاساسية ازاي ترفع صورة وتكتب وصف. الكلام ده كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. احنا هنعيدو تاني بالسبتارية متطورة اكتر علشان تقدر ازاي ترتب ومنتجك يتباع كده. جميل? هتخش على العنصر للبيع. الكلام ده لو انت الفيسبوك بتاعك بالعربي. هتلاقي اول حاجة قدامك هي انك تضيف صورة للمنتج بتاعك. وده من الحاجات الاساسية جدا علشان تزود المشاهدات على منتج بتاعك. ان الصورة تبقى جزابة وواضحة للمنتج. وطبعا كل ما الصور تبقى اكتر كل ما هيبداع عامل ان الشخص لما يخش على المنتج بتاعك يقتنع ان هو يشتري اكتر. فنبدأ نضيف صورة حاجة زي الخاتم ده مسلا ونضيف صورة تانية وتالتة ورابعة زي ما قلتلكم. نفت الصور اللي عندك اللي انت شايف انها فعلا هتجزب العميل بتاعك. خلينا ما نطورش في الحتة دي كتير لان احنا كنا شرحناها في الفيديو القابل كده. ونخش على النقطة المهمة اللي انا عايز اعرفها لكم. عندك اول حاجة هنا بعد الصور العنوان. انا عايز الفيسبوك يبقى فاهم المنتج اللي انت بترفعه وبيتكلم عن ايه. زائد اي حد هيصيرش عن حاجة ليه علاقة والمنتج بتاعك او قريب منه. عايز انت اول واحد تطلع له. وده هيتم عن طريق حاجة اسمعي الكلمات المفتاحية. حاجة قريبة جدا من اللي انا بعملها وانا برفع فيديو اليوتيوب اللي انتم هتشوفوه دلوقتي ده. علشان تقدر ترتب بتعمل تلات حاجات. عندك اول حاجة اسمها العنوان. تاني حاجة اسمها الوصف. وتالت حاجة هنا اسمها الاشارة الى المنتجات. التلاتة دول هنخليهم يعملوا مع بعض. علشان الفيسبوك يبقى فاهم انت رفع ايه بالزبط. زائد ان اي حد يصيرش على المنتج بتاعك او حتى حاجة قريبة منه انت اول واحد تطلع له. الكلام ده هيتم ازاي? اول حاجة لما تيجي في العنوان هتكتب مسلا الخاتم بتاعنا ده خاتم فضة. فهتبدأ تكتب في العنوان ان مسلا الخاتم ده فضة اطالي عيار مسلا تسعمائة خمسة وعشرين متوفر منه جميع المقاسات تكتب مسلا لون الفصي بتاعه اكتب اي تفصيل ممكن شخصي يصيرش عن طريقها فانت اول واحد تطلع له. خلينا اخذ مثال تاني مسلا سماعات انا عايزك تكتب انها سماعة مسلا ايربود. ومن اشهر سماعات دلوقتي موجودة لقاي اليفن. عايزك تكتب كلمة ايربود بالعربي وبالانجلش. عايزك تكتب اي حاجة ليها علاقة بالمنتج. ممكن تيجي في النغي الشخص وهيصيرش بيها علشان انت تطلع له. وطبعا من المهمة جدا انك تكتب الكلام ده كله وفي نفس الوقت تتأكد انه يكون واضح وجزاب للعين الشخص اللي بتفرق. فاخده مسلا انا كتبه على الخاتم ده كمسال. لازم تكتب الكلمات الاساسية لأي حاجة. مسلا ده خاتم فهتكتب انه خاتم. ومعظم في المجال ده الناس بيستيرش على كلمة سلطان عثماني فهتكتبها. وانه فضة وانه اطالي ومش عارف فاصة عقيق. وان الفاصة لونه اسود. وكاتها بالعربي وبالانجلش. ان هو مكتوب هنا عشان في ناس ساعات بتسيرش بالعربي والناس بتسيرش بالانجلش. فانت اللي تطلع لهم في الاول زائد ان الفيسبوك بيفهم بالانجليزي احسن. فيعرف يودي المنتج بتاعك لمينة. وبعد كده عندك حتة السعر يعني منها يعملها صفر غلام نسبة كبيرة. علشان الشخص يخش يسألك. فالضغط دي بيجيب حاجة اسمها تفاعل على الفيسبوك. فيعرف ان المنتج بتعجد عليه تفاعل فيزهره لناس اكتر. جميل اللي بعد كده عندك الفئة. غالبا الفيسبوك بيقى فاهم المنتج اللي انت عرضه قريب من ايه. فبيبو يكون كاتب لك من تحت هنا. فممكن تضغط عليها لو مش باينة. او مش ظهره لك اضغط. واختار الحاجة اللي هي عليك والمنتج اللي انت عرضه. وبعد كده الحالة بيقول لك ان هو جديد ولا مستعمل فدا جديد. والوصف. ودي تاني حاجة مهمة جدا. هتربطها بالعنوان عشان برضو تقدر ترتب. وبعد كده تاخد كل الكلام اللي انت كتبته في العنوان. وتبدأ تحطه في الوصف. بطريقة مفصلة. وجزابة للعين. والشخص يقدر اراها بسهولة. الكلام اللي كتبنا في القناة هنحطه هو هو. وممكن نزود عليه. يعني مثلا هنا خدنا كلمة خاتم السلطان العثماني اللي موجود هنا في العنوان. وحطناه. وبعدها كلمة فضع ارت رمائة خمسة وعشرين وحطناه. ومتوفر جميع المقاسات دي مش موجودة هنا بس مطلوب ان احنا نحطها علشان الشخص. لما يخش يسألك يبقى عارف ان فيه مقاسات كتير للمنتج. فمن المهم جدا ان اللي في العنوان تكتبه في الوصف ولو عايز يزود عليه يزود. ولو لقيت حاجة بعد ما خلصه الوصف تقدر تزودها في العنوان وتكذب الشخص هو هبيرة ياريت برضو تزودها. لان الوصف مع العنوان بيعملوا انفجار في الفيسبوك بيخليه فاهم بالزبط انت مودي المنتج بتاعك لمين? مع تالت حاجة معنا وهي الاشارة الى المنتجات. اللي هي دي. بس هو بص هنا زود لك كمان حاجات لما انت وضحت له في الوصف زيادة عارف انت اصلا بتبيه ايه? كتب لك حاجة هنا اسمها تراز السوار واحجار كريمة. حتى الفيسبوك نفسه فيهم احنا بينا بتبيه ايه? علشان كده هيبقى جذاب جدا للشخص اللي انت داخل اللي داخل يشتري منك. انه لقى حاجات موجودة عندك مش موجودة عند التانيين. والفيسبوك هيزهر له الناس اكتر لانه عارف انت بتبيه ايه اصلا. تمام كده? فعندك هنا حاجة اسمها التوفر. ده اعمله دايما عرض على انه متوفر. ما تعملوش عنه كأنه عنصر واحد. عشان يربط المنتجات كلها بتاعتك ببعضها. لو انت ببيه اكتر من حاجة لما شخص يخش يشتري حاجة المنتجات بتاعتك كلها تتعرض قدامه ومش هيبع عنصر منفرد او منتج منفرد بعينه. جميل? فعملو على انه عرضه متوفر. واتراز السوار بقى او حجار كريمة دي حاجات هتبقى متخصصة لمنتج بتاعك حسب اللي انت بتبيعه مش هتبقى سابتة. جميل كده? خلينا بعد كده الروح المهمة هو الاشارة للمنتجات دي برضو لازم تحط فيها الحاجات اللي انت حطيتها في العنوان والحاجات اللي انت حطيتها في الوصف. لما التلاتة برتبطوا ببعض المنتج بتاعك بيبقى قوي جدا في الكلمات المفتحية بتاعته. والفيسبوك بيوديه للمكان فعلا اللي هيتبع فيه. فانت هنا هتيجي كده بالزبط عند مسلا الوصف اللي انت كتبه. وتبتيجي تاخد كل حاجة انت كنت كاتبها فيهم. تاخدها وتنزل تحطها تحت في الاشارة للمنتجات كده بالمنظر ده. ده اسمه او كلمة مفتحية. فهنبدأ ناخدهم كلهم من الوصف ونحطهم في الاشارة للمنتجات وهكزا. فانقلنا كل الحاجات اللي في الوصف وحطناها تحت في الاشارة للمنتجات. هو كتب لك هنا معك لحد عشرين. انا عايزك في حيط دي بقى تبقى مبدع. يعني مسلا في الحالة دي عايزك مسلا تكتب ايه? خاتم السلطان فضي. او خاتم فضي. او خاتم السلطان الفضي. حاجات كده وليه علاقة ببعضها بحيث انا عايزك تملى العشرين انجلش. وعربي عشان في ناس بتسيرش بالترادي وفي ناس بتسيرش بالترادي. فانا عايزك في الحتة دي تبقى مبدع وتفكر. الناس ممكن تكتب ايه وتكتبه. يعني مسلا لو خدنا مسال تاني. ممكن تكتب مسلا سماعات بلوتوس. سماعات اربوت. اربوت مرة بالعربي ومرة بالانجلش. ممكن مسلا تكتب سماعات ايه شاومي. سماعات رلمي. انا عايزك تفكر الناس ممكن تكتب ازاي وتكتب زيها بالزبط. بعد ما كتبت كل حاجة ممكن تكتبها في الاشارة للمنتجات. كده انت عملت بتاع العنوان والوصف والاشارة للمنتجات. بازن اللي اول منتج بتاعك هتلاقي ضارف في السماء ان شاء الله. وده عن تجربة ناس كتير. خلاصوا. واعمل كل اللي تقدر عليه في كل منتج علشان كل منتج الواحده هيجيب لك مبيعات حلوة جدا ان شاء الله. وممكن في الاول تلاقي الموضوع مجهد او مش متعودة عليه هتعمله ازاي. بس مع الوقت هتلاقي الموضوع بقى سهر. وعارف هتكتبها على طول. خلصنا كده الحتة دي وكتبنا كل حاجة في احنا محتاجين نعملها. هنعمل التالي علشان يوديك للمكان بتاع الجروبات. الفيسبوك في الخطوة التانية دي بيسهل عليه كتير جدا انه بيسمح لك. بتنشر المنتج بتاع غير على كمان في عشرين جروب من الجروبات اللي انت داخل فيها. يعني اي جروب انت داخل فيها هتلاقيه ظهر لك هنا في الجروبات اللي هنا على الجنب. وعايزك برضو في الجروبات اللي انت بتنشر عليها المنتج بتاعك تبقى كرياتف. يعني مثلا الخاتم ده لما نشرته قبل كده هو متى موجود على الموقع التالي جماعة عشان عايز يبدأ يشتعل عليه يعني. آآ لما بدأت انشوره ما حبيتش ان انشوره مسلا في اماكن بس بتاعت خواتم. لانا قلت مين اللي هيلبسه رجالة? طب رجالة بيكون داخلين فين? في صفحات عربيات صفحات متسيكلاتي الكلام ده كله بيكون احنا داخلين فيه بنحب الموضوع ده. فده تنشر عليه. جاب لي اكتر بكتير جدا مبيعات من ان انا نشوره بس في صفحات لي على قبل خواتم. فانا عايزك برضو في الحاجات دي تبقى كرياتف. مش تنشرها بس في المكان بتاع نشرها لانك كده هتبقى ضمن كل المنافسين اللي منازلين منتج زي بتاعك. فكل ما تشغل موخك في الحتة دي اكتر هتبدع فيها ومبيعاتك هتضرب في السم. خلاص علمت على مسلا الجروبات اللي انت عايز تنشر فيها وطبعا لازم تبقى عضو منها. يعني لو مش عضو مش تدر تنشر فيها. خلصت? بعد كده هتعمل نشر. المنتج بتاعك هيتنشر ومع الوقت هتليه بدأ يرتب على الماركبليس وبازن الله المبيعات بتاعته هتبقى جبارة. انا مشرحتش كل حاجة في طريقة رفع المنتج في الفيديو ده بالتفصيل لان انا هشريحها في فيديو تاني هتليه تحت في صند واصف. وبرضو ظهر لك قبل كده في الفيديو ده جنب علامة الايل. علشان في ناس كتير شافت الفيديو التاني قبل كده. فعشان ما تقولش عليكم في الفيديو ده وتضطروا تشوفوا كل حاجات تانية من الاول خلص. لو ما شفتوش روح شوفوا علشان الفيديو هين مع بعض هيعرفوك كل حاجة في بالتفصيل. بس كده يا سيدي وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ممكن تراوح عليا بلايك او اشتركه في القناة. وانا عندك اي اسئلة ممكن تنزل تكتبليات تحت في الكومنتيات انا بقراهم كلهم. هممكن تخش الكلمنا على صفحتي على الفيسبوك هتلاقي لينك بتاعة تحت الصندوق الوصف. ولعايز تبدأ اشغال على الموقع تاجر معايا. هساب لك لينك الموقع وفيديو شرح ليه برضو تحت الصندوق الوصف. وفي اول قمود. يا ربكم وصفاتهم في فيديو بتاعنا النهاردة. وخليكم عارفين احنا دايما اخير لك. شكرا.